بنصد ونرد بالعقل كده امتهى الادب اتشوفوا بكرة الفيديوهات وكل حاجة الاهلي عنده مباراة القادمة الجونة وعنده اكتر من اربع لعيبة معارين للجونة ياسر ريان واحمد حمدي احمد ياسر ريان واحمد حمدي واكرم توفي اكتر من لعب والنادي الاهلي فجئنا انه حاطط بند بيمنع هؤلاء اللاعبين ان يلعبوا ضد الاهلي من حقه ولا تدخل في ده طالما النادي الجونة ونادي الاهلي اتفع على ده عير لي يتم عارض اللاعيبة بس ملعبوش ضدي الغريبة والعجيبة ان النادي الزمالك اما عمل ده مع كل لعبته اللي بيعيرها لكل الاندية كان هناك موقف من النادي الاهلي ومن قناة النادي الاهلي فعش ايه الكلام دود طب بيحصلش في اي حتة ده طب اجي ارد اقول للدور الانجليزي يا جماعة بيحصل فيه لا ده قانون في الدور الانجليزي لكن مفيش لوائح وده حاجة غريبة وحاجة عجيبة وده كلام كابتن ساد عب حفيز اللي كان برضو بيوجه للكلام ده يعني بيقول لي يعني ده مش موجود يا جماعة طب هل ده هل ده منطق اما انا كنادي بقول للنادي المنافس اللي انتو بتعملوه ده رئيس نادي الزمالك بيعمل كده ليه ده مش موجود في حتة خالص ازا يمنع لعيبة انا بعيرها انها تلعب ضدي ايه الكلام ده ايه اللي بيحصل ده نفاجأ ان عمار حمدي راح الاتحاد ممنوع انه يلعب قدام الاهلي وثلاث لعيبة يعني كانوا سعداء جدا ان هما كانوا احد اسباب الفوز على البيراميدز في الجونا ممنوعين ان يلعبوا ضد النادي الاهلي طب انا مليش علاقة يلعبوا ما يلعبوش دي مليش علاقة بيها لكن انا بتكلم على شيزوفرينيا اللي بيحصل في الاعلام يبقى ده خلاص الغاية تبرر الوسيلة انا عايزة هجمك وعايزة هاجم رئيس نادي الزمالك وعايزة هاجم نادي الزمالك ويقال في النهاية ده برنامج الпрنامج ده يعني ايه ده برنامج ساعتين انتو بتقولوا اي حاجة في اي حاجة وانتو ليه دايما تجيبوا سيرة المنافس او سيرة النادي الاهلي الغريبة والعجيبة بكرا هتعرفوا مين اللي بيجيب سيرة مين اللي بيجيب سيرة ولا هو يعني رمي كلام وخلاص عند البعض يطلبك بشيء ويوجهك ويقولك الصح ويه اللي انت بتعمله ده وييجي هو عشان مصلحته يعمل نفس اللي انت كنت بتعمله واللي هو بيطلبك ان انت ما تعملوش لانه مش موجود في اي حتة في العالم على العموم بكرة ان شاء الله في فقرة صد ورد هتعرفوا كل حاجة باذن الله